السلام عليكم أصدقائي وأخيراً تحديث اليورو ويأتي كما ترى وفي أطوار إن شاء الله ستكون حماس لا، البداية مراتة متارة لا، البداية ليس مباشرة بالخير طور، يا سلام هناك إضافات جديدة هرمنا من أجل هذه اللحظة لا تنسى تفجر زر الاشتراك ولاقيق إذا تروني أول مرة إن شاء الله ستعجبك كل الحلقات وفيرناندو توريس واللحظات الآيكونية باليورو هذاك زيدان يا سلام، يا سلام تريزي جول، تريزي جيت، لعب فرنسا سوي رونالدو، خوليت، دوناروما، هاي إيطاليا متعة متعة رح يكون إن شاء الله الفداية حلوة جدا هاي هي المنتخبات الموجودة متما شايفين وحاطين لك معلومات رح 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 نشوف كل شي من جوا ولكن خلينا نروح ونختار البرتغال عيونكم اليوم آسلام، اخترنا رونالدو وطلعنا بالواجه طبعاً عندك طور البطول الكامل كالعادة إنه بتختار المنتخب وبتلعب البطولة مثل ما يشايفين مثلاً بطولة جديدة ونحنا اخترنا البرتغال وعندك طور جديد واللي حابب جربه جداً إلعب نبط قيادة منتخبك أنت بتقود المنتخب لدك تلعب فيه فأنا بأنشي شخصيتي مثلاً وبالعب مع كريستيانو بنفس الفريق مهنة لاعب ولكن بطور اليورو مثل ما يشايفين تأنشي لاعب جديد أو بتلعب بلاعب حقيقي خلينا نفرجيكم التشكيلات بسرعة هذه تشكيلة مثلاً منتخب البرتغال أيرلندا فيرغوسون بالهجوم عندك ميل لسه هك فريق مثلاً إسبانيا عندك موراتا وتوريس يا سلام لا لا أخذوا البطولة أكيد السويد عندك تركيا راح تكون معارضة قلية أوكرانيا بقيادة الدوبيك عندك ميل لسه ميل دي باي تشاوي سيمونز وقاكبا والله قوي أيرلندا تشكيلتها دايماً قوي ميتروبيتش وساوبيتش وتاديت يا إلهي تشكيلة إنجلترا مرعبة مرعبة منتخب بلجيكا أيضاً عندك دوكو كراسكو لوكاكو هويلاند مع المنتخب الدنماركي وهي تشكيلة منتخب فرنسا دينبوث مبابي جيرو وغريزمان كفارا مع منتخب جورجيا 85 ريت الله عينك كفارا على التشكيلة اللي معك ألمانيا نار يا حبيبي نار موسيالا وفيرس يا إلهي تشكيلة المنتخب الإيطالي مثل مشاعفين سكالفيني وباستوني ورسبدوري هو أن ننشئ لعبنا ونلعب بجانب الدور مع برتغال ونحقق له هذه البطولة اليورو 2024 فاخترنا لمرتغال مثل ما شايفين وسمينا بالله يا سلام إذن بعد شوية هيك تعديلات ظبطت الشكل والله طلع شوية بشمالي صراحة يعني حلو جيد مثل مهنة لعب ما عملناه طبعاً سميت اللعب سمايلاو لحتى يكون هيك نكهة برتغالية عطيته رقم 80 وحطيته أصغر عمر ممكن يكون خليت لعبي جناح يمين وقدم المفضل اليسار لأول مرة رح نلعب مهنة لعب تكون قدم اليسار ومعنى الدون ولياو رح يكون على اليسار إن شاء الله طبعاً ما بعرف جوه هل رح تكون فعلاً مهنة لعب مئة بالمئة مثلي مثلكم خلينا نشوف إن شاء الله يكون في مهامات جديدة وأطوار جديدة مهنة لعب جوه اليورو هلا بالبداية عندك هون المحترف على طاقاتي 83 مناسبة للتشكيلة حلوة وعندك هون كمان أساليب لعب ممكن تضيفها طور مهنة لعب جديد بجوه اليورو طبعاً لازم نعمل حصص تدريبية لحتى نقدر نطور اللاعب بسرعة شوف هذا التدريب لما تلعبوا بيعطوك هاي الميزات مثل ما شايفين في ميزات كثيرة فنحن بنختار ممكن منها أو بناخذها لمباراة واحدة رح نشوف هلا سميلوا بالله ودخلني مع الدون على طور اليورو يا سلام سمايلاو البرتغال نعم إذا مثل ما شايفين لما خلصت التمرين أعطوني خيارات أنه أختار ميزة لعب هلا هاي بتعطينا مهارات نارية ممكن سرعة فائقة وممكن خطوة سريعة رح روح مع السرعة الفائقة من البداية ونختار هاي الميزة واو إذا بيعطوك الكابتن من البداية أنت بدك تقود منتخبك يعني باليورو فبذكركم هاي هي مجموعة نجورجيا التركية والتشيك وأول مباراة رح تكون ضد تشيك دعونا نذهب ونرى ها رح نلعب أساسي بأول مباراة باليورو نعم ورح نكون كابتانه مع سيلفو فرناندس بالوسط لياو اليسار وقامنا رونالدو رح نلعب بملعب ليبزيك على المطلق أصعب مستوى أيا ما نجيبها يا لا ورح نتحكم فقط بلاعبه المتعة هون رح تكون بطور اليورو فالله نطلر خلية نشوف هالفي بيقوة يا سلام لا لا البداية حلوة فيه إضافات حلوين يلا بسم الله طور القصة مع كريستيانو رونالدو باليورو بدأ سريعا لا رونالدو مصب لا تصف من البداية يادون يادون يلا بسم الله الأجواء بتعطيك أنك باليورو حلو القوائم حلو الأجواء يا بورتوغيز برناردو سيلفا يا سلام روح يدون روح يدون سمايلا وليليا تنائذ آب جديد من متخب البرتغال الله 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 واحد صفر سريعة جدا ضد تشيك وإن شاء الله اليوم نجيب البطولة مع الدون يا سلام على أسباحة يا ليه يا أخو بالرأس صعب على أدع الرأس كريستيانو الله هيا 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 سمايلا وتاري تعال يا دون تعال 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 يا دون إنهاء روعة إنهاء مثالي إنهاء قوي جدا طيرة تانيلو هاي الأخطاء ضد الكبار رح تعملنا مشاكل واحد لتشيك والله يعني والله يعني معنوا كلاما شوف بالله عليك الكرة لا أرجع أرجع للحارس يا أخي شوط أول قوي جدا لولا الخطأ الدفاعي اللي صار وإن شاء الله بالشوط الثاني منأكد على أول سلط مقابل بطول نعم جورجيا وتركيا متعدلين اثنين اثنين هذا لصالحنا تعادل بالمجموعة لا 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 دونيلو مرة تانية يا شباب شو اللعب يصير هذا هذا رح يجلطني هذا يا ريت لو فين يطلع مستحيل خطأين وهدفين شوف الله عليك شوف شوف نفس الطريقة ونفس اللعبة يا حبيبي لو لعبنا ضد إنكلترا اسمايلاو لعب برناردو سيلفا اسمايلاو مرة أوفرة روح يجور كريستيانو أبرونو اسمايلاو As mund نرى من أين يخلرجıyorsun كيسرت وتسلمعتما Integrar بالهم يا سلامي انا معك انا معك يا دوني يا دوني يا كريستيانو جميلة جميلة! أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اتشيكار ضيب الرأس والله الدفاع بخول المباراة الأولى جميلة جدا أخذت الكرة من أربع محاولات بس نقطة يعني والله الدفاع 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 سي نرى شكل المجموعات ما أحلى إذن تركيا تعادلت مع جورجيا وبهذا الشكل نحن بالصدارة المتعام مستمر مع البرتوكيس مباراة ضد تركيا اللي ممكن نلعب بالمنتخب كامل بطول اكتبوا لي أراكم تعليقات ونعمل حلقة فورا سريع الله شوف 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 لا 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 هاي اللقطة حلوة جديدة أدهش اسمايلاوت جماهير في تسجيل هاتريك خلينا شوف نطرع المجموعات الثانية بالله عليك مين اللي عمل أوكرانيا ست نقاط كيف يعني إذا عندهم حرب تبتخلوهم يفوزوا كيف بلجيكا ثلاثة لسه ملعبوا المباراة الثانية هولندا بوضع صعب نيمسا وبولندا فرنسا مبارتين نقطة واحدة فرنسا رح تطلع لا 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 منجلتر الدنيمارك كرواتيا إيطاليا كمان إسبانيا يا أخي شو اللعب يصير أي تكاث صناعي هذا أو اللغبات صناعي يلا حلوة هكذا طريقنا بينفتح للنهاية بإذن الله المباراة الثانية صعبة ضد تركيا وجوتا مكانا كريستيانو ياه مدرب لا تلعب معنا نحنا جايين مشان كريستيانو يلا ما علينا معلنا عميريه أيوه عظيمي المباراة الثانية بملعب البي في بي بملعب دورتمونت رح تكون والله تركيا ممكن تعمل عداء قوي بهاي النسخة مليورو لأنه عندهم عندهم مواهب خصوصا الأردا وتشالان أولو وغيرهم كيان بالشي بقوة مثل ما توقعنا أنا زونال ما تستمر يا دانيلو بالأخطاء يوتا لياو لياو معك سمايل او ثنائي ذهبي أردا قولير أردا يا ستارة على التمرير يا أردا أكتور كولو الطيرة والباتريسيو أخي برتغال بدون كريستيانو مثل الشجرة بدون ثمار يا أخي روح يا جوتا روح جوتا اللعب مع لياو اللعب مع لياو اللعب مع لياو أنااني أنااني نزل لن الدون يا مدرب لأياو رح يعملنا شغل كبير ياستار والله يدوما أطلبها خذ يا جوتا خذ خذ يا جوتا 羽ي أريد من الدون يترك الفريق مدرب كل شي تمام ما عادة حبيبي نزل لن الدون مالك راست يحيب بالأعمال هي حسنا هل Ghana جوتا ليس تماماً البرونوووووووووووووووووووووووووووووووو برونوووووووووhewووووو عرب عربicia وعندما يوجد آخر شيء عندما وصلتني سجلتها بالرأس نعم المنقذ بغياب الدون هو إسمايلاو برونو تشاهد الكرة يا السلام حسب الهدف للمدافع بربكم هذا كلام يا أخي خطيرة خطيرة والركنية لازم ينزل الآن الدون نزل مكان جوته خطيرة برابو كانسل برناردو سيلفا راح لك إسمايلاو وضع الضح تاليادون 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 آي كريستيانا لو خطيت طيرة تركية عرضية أنا سمنال؟ لا من التاهل الحمد لله الكرة الأخيرة مرت والبرتغال رسميا بالدور الثاني من اليورو 24 نعم رونالدا عم يقول له ماليش 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 حلو الأجواء وجوته لا تنزل مرة ثانية على الملعب يعني فهمها خلاص دير بالك تنزل نعم إذا أنت أهلنا مئة بالمئة جورجي الأحد الآن هي اللي ستتأهل كلما تعمل حصة تضريبية تضيف ميزة لاعب عندك تقريبا سبعة يلا عندك سيناريو هاته هجومية سنعملها مع كريستيانو ونحاول ناخد ميزة التزديد دنيا السلام يلا ثلاث محاولات لازم نجيب آي اسمايلاو الله لاعيب لاعيب كريستيانو نعم جبناها آي وحاليا رح تنضف النميزة جديدة ممكن ناخدها؟ ناخد الباورشوت نحاول ننشوط مربعيد باسمايلاو لأنه سيأتينا خصوم أقوى حاليا مثل ما شاهفين صار عندك ميزتين لا لا حلوة حلوة الطريقة اللي عاملين فيها الطور حلوة وحماسي رح يكون للنهاية طبعا الهداف عندك هاري كين خمسة أهداف ثلاث مباريات يخرب بيتك نحنا لعبنا اثنين سمايلاو سجل ثلاثة إن شاء الله رحكون الهداف بعدين بمباراة جورجيا الدون أساسي حلو الكلام نحاول نلعب أبرز الأحداث عشان نمش بسرعة أكتر ونروح للدور الثاني إذا أوه واحد صفر لسه ملشنا يا أخي شكله كفارة سيخيلية جلدنا جل لم يظهر لحد الآن الدون براه نعم إذا مباراة مع العسف انتهت بفوز جورجيا 2 صفر ولكن نحنا متأهلين كفارة سيخيلية تأهل للدور الثاني نعم بهذا الشكل تركيا والتشيك باي باي حتى تركيا خسرت مباراتها مع تشيك ولن رح تكون معنا قرعة الدور الثاني أنا مشفت لحد الآن ضد سويس رحل وطريقنا ممتاز شوف ألمانيا أنجلترا وصلوا بالطرف الثاني عندك والله من جهتنا الأمور تماما رح روح حصة تدريبية جديدة لحتى أخذ ميزة جديدة نعم إذا عطونا ميزات كمان ممكن ناخذ منها حابب أخذ مهارة هاي المرة بهذا الشكل وصلت لريت 86 بعد هذا التطور رح نلعب حاليا ضد سويسرا يا رب رونالدو أساسي حلو رونالدو أساسي مبارا رح تكون بملعب فرانكفورت فلنطلق يا كريستيانو أجواء نارية الأولى لسويسرا يا ستار دفاع ضف الأول من وكفور شك فيها تسلل بتحس شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة حتى رفع عيده ديانس دون دون رحلك سمايلاو خطيرة داخل وطف الجزاء المركز في مرورك ها 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 انسيت أنني بلعب اليسار هذا الكلام ما بينفعه رح نطلع يا جباب رح نطلع معك كريستيانو اظهر بالوقت الحاسم برونو لياو اسمايلاو ونزل تطلع ضرب الجزاء ملك التمثيل ترجمة نانسي قنقر أريد أن أتفاجئنا مرة أخرى. خطيرة. أوه، جاكا خطفها. أيها برابوكوس. خطيرة. يا الله، يا الله. قلبي. أوه، كنا رح ننجلط. أيها، كانسيلو. كريستيانو دياس. حلوة. يالله، اسمايل اوه، يالله، قتله. دائما تمانا بسبعين. خطيرة، 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 خطيرة. آه، الكرة مرت. أيها بالهينة، برونو، فررنديز. Work plays بقويس رونالدو طفل يصح من قتاله كريoot يالله كل انهاء جميل. حركة البيئة ويجب أن نسدد تزديدات ساقطة أيها يا ولد لعيب نعم قدرنا نأخذ ميزة جديدة هالمرة سأقوم بالخطوة السريعة سنذهب بسرعة أكثر صار عندنا أربع ميزات تزديدة قوية سرعة فائقة وخطوة سريعة مع بعض ومنفذ الحياة أصعب مباراة سنلعبها حاليا ضد المنتخب الهولندي يا سادة نعم هذه هي تشكيلتنا فلننطلق بملعب هامبورج يعني فينا كتولي الاختبار الأول الصعب جدا جدا فإن شاء الله إن شاء الله قادرين منفيس دي باي سيكونوا صعبين سيعزبونه سيهددون المرمى منفيس دي باي داخل مضط الجزاء خطيرة يا دفاع لماذا تفتحون له مجال يا دفاع يا دياز؟ قاكبو مالين الثاني مر برونو شوف كيف رح اخترق الدفاع شوف 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 برونو برونو رح لك الدون بالرأس دون واحدة اثنين أهيا 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 غولاسو بالرأس ترغب هالجم الحالة وما دون ترغب هل ر accountable القدم الضعيف weirdest أهيا يج sacrifice صلم برنردي صلح �мотри regardless برنردي في رأس برناwd دون هذه المباراة دون بالفورمة طيرة قاكبو يا سطار سع عندي الكبير تال 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 باي باي تال إنه اسمايل عمو فيها فاول كم رح لك ميسي البرتغال الله بيرناردو سيل فراحة دون كريستيانو رونالدو شكرا يا دون يا دون يا دون يا دون شكرا يا كريستيانو ايو تال نركز تال تال نركز تال دون مستر اسيس بهاي المطول يجعلني تمريرات حاسمة جدا وهدف جميل المجر فاز على رومانيا بهدفين مقابل لذلك اليساري المهاري وحده يا حكم انا رايح مرر للياو بالملكرة فيها هدف يعني لازم انزال بيرناردو سيل فلياو لياو الهدف الثالث للبرتغال ثلاثة صفر جلدنا هولندا جلد جلدنا دي باي ووصلنا لنصف نهاية ورح تكون المباراة زالة طريقنا كم مفتوح الحمد لله اصعب مباراة لعبناها يا هداف نعم اذا مباراة نراح تكون ضد المجر بالنصف نهائي كانوا مفازين بشوط الأول نعم كملوا الفوز 2-0 نحنا فزنا ثلاثة والنصف نهاية الاخر من رح يكون بالجهة التانية النصف نهاية التانية رح يكون انجلترا وبلجيكا النهاية ممكن يكون انجلترا البرتغال ورح يكون صعب جدا او حتى بلجيكا حاليا حصة طريبية جديدة نأخذ ميزة ونحاول نأخذ النقاط الله 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 رح اختار ميزة جديدة وهي الكرات البهلوانية ممكن تجين اشياء عرضية كذا العابة حاسمة بالنصف نهاية خلينا نفرجيكم الميزات صار عنا خمسة من أصل سبعة وطاقاتي ستة وثمانين بالنصف نهاية ضد المجر رونالدو موجود فلنطرق بملعب هامبورغ مرة أخرى لا يجب أن نأخذها يعني أنه يزي هنا انشاء الله ليس صعب لكن عليك أن نركز فيها أكتر في وجودي أسماء طيرة يا أبي فالنصف نهاية الباركا هو اللعين سجل، والوضع سي هلوه 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 حرام وحدة الله عليك الثاني في الشباك يا أسدر يالله شرط الثاني منرجع 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 ان شاء الله يا إلهي لو نحصر هيك بهاي الطريقة رح تكون صعبة جدا خط هجومية من مدرب متما شايف عميل اللعب اردابليو جناح أكتر من انو دفاعي وهجوم يالله يا رب اسمهي له اسمهي له رح لقدون ما فيه وفسايد ما فيه وفسايد يا دون ما فيه وفسايد يا دون اتاعد الله يالله يا رب برون معك الدون كريستيانو كريستيانو د منicker خطير خطيري خطيرا 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 خطيرا، خطيرا خطيرا لا 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 هذا وسجل الرح البجر سأذهب إلى الإضافة لأول مرة في البطولة ضد المجر خطيرة 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 يا كوستا ماذا فعلت يا كوستا؟ الثاني للمجر لو وصلنا إلى النظر النهائي مع المجر يعني فزنا أولندا و بسهولة فزنا أولندا بالله عليكم هذا حارس هذا هذا الجاي عيد ماذا سيئ؟ المجر أقرب من ديس براماليك معلير مجر على العيوخ جديو جديو المترجم للشرك في القناة المترجم للقناة من الكبير خلبناها والنهاية ستكون أصعب مباراة لأنه ضد بلجيكا ضد انجلترا النهاية ستكون لحد الآن بلجيكا وانجلترا ملعب المباراة النهاية الكبير ستكون ضد الإنجليز هاريكاين أم اسمايلاو انجلترا فازت على بلجيكا ثلاثة واحد والله صعب صعب المباراة حصة تدريبية جديدة طبعا لحتى نأخذ ميزة جديدة شمو ممكن يكون رح أطيلها بمجتهد إذن قدرنا نحصل ست ميزات من أصل السبعة بهذه البطولة وحاليا صارت طاقاتي 88 بالعردابليو هذه هي تشكيلتنا للنهاية يا ربي برلين ضد الإنجليز لأن النهاية يجب أن تكون له دخلة مختلفة إن شاء الله يكونوا مشتغلين عليها دعونا نرى أيها هذا هو الملعب الذي سنلعب فيه برلين هذه جمهور البرتغال هذا الكأس يا عيني على الترخيص حلو عندما تكون اللعبة لها ترخيص كامل البطولة يجب أن يعملوا عليه بشكل جيد ونحمله مع اسمايلاو والنشيد الإنجليزي مادسون 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 والرائس النهاي النهاي رجع اسمايلاو للتغطي أمام بيلينغ هام أنا لدي ميزات أنا لعيب أنا لعيب يا بيلي هاري كاين بيلينغ هام أرضية والكورة يا ستار كنا محظوزين على فكرة بطريقنا يا رونالدو أضغط على رايس رونو فرنانديز كريستيانو خلاص راح 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 القاتل راح القاتل في النهاية خطيرة وكورة وكورة حتى تتعلموا أنه كرة القدم لعبة جماعية يجب أن نصل على لياو حتى لو أننا سأخصر هدام البزول قدام هاري كاين سنلعب كرة قدم ما فلال التعصر رأي الكرة هدية من الكابيتانو ليلياو في نهاية اليورو ماديسون هاري كاين كوستا شوط أول مثالي هجم كانت مرتدة منظمة وسجل اسمايلاو البرتغال قريب للتتويت رأي 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 لا خطيرة هاري كاين هذا كل حاجات روناد كاين در توقف ما هي لا رونالد 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 وهيãy بوم 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 باش تردت الكرة واقول و جلده م espe в каких trusted titles رأيك الله و جلده والله مجرد السلسلة الايقونية مع أننا ل posled لنهاية طريق سعودنا قليلا مساكاء لا 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 الحمد لله و من أád أن ي завضل. المرتغال circumstance وهم مر gelmiş فارقين أخذها بفارق هدفين ما عاليش في الله خد الهداف بس ببدا نحض البلا بطولات أنا آسف يا دون كان بيودي أنك أنت ترفع الكاس بس هو تطور هيك بده أنه لازد تكون كابتن منتخبك وتأخذ الكاس فرح رفعه وهديك يا وهدينا كل اللي بالقناة كتبوا لي شو ممكن ناول أفكار وهدمتهم بألغة